هذا يطرح أسئلة كثيرة جدا جدا أهمها أن الغالبية صوتت على مستقبل الغالبية من كبار العمر صوتوا على مستقبل الغالبية من الشباب هؤلاء ربما لن يعيشوا أكثر من عشر إلى عشرين سنة قادمة ربما كبار العمر أقصد فهم يحددون الآن مستقبل شريحة عريضة من الشباب ربما سوف تعيش في ظل مستقبل قرره الكبار ومستقبل قد يمتد إلى ستين عاما لذلك هذه النقطة التي ذكرتها في بداية مداخلتي أعتقد أن هذه مشكلة تضاف إلى المشكلات الأخرى التي سوف تفرض استفتاء جديدا وأنا وافق أيضا الضيفك في الاستوديو الذي أشار إلى نفس هذه المسألة لا تستطيع القوة أو كبار العمر الذين ما زالوا في عقلهم الباطن في المخيلة في الذاكرة الجمعية حتى بقايا الحرب العالمية الثانية ومسألة النظرة إلى أوروبا على أنها مصدر للعداء من ألمانيا النازية ثم الخلافات المختلفة نظرة هذا الجيل الكبير إلى أوروبا لم تكن نظرة صداقة ونظرة محبة ونظرة قرب دائما هناك تشكك الأجال الجديدة التي عاشت في ظل الاقتراب والتوحد مع الاتحاد الأوروبي لمدة أربعين إلى خمسين عاما يعني تخيلي أن هناك أناس ولدوا وعمرهم الآن أربعين أو خمسين سنة ولدوا على هذه الحقيقة أن بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي فجأة يقال لهم أنتم الآن في جزيرة منعزلة ولا علاقة لكم بالاتحاد الأوروبي لذلك مسألة الشباب ومسألة الشرائح العمرية وعلاقتها وكيف صوتت في تقدير مسألة مركزية في فهم الذي حدث وفي فهم الذي سوف يحدث أيضا خلال السنتين القادمتين